أعلن الرئيس القبرصي نيقاس خريستو دوليدس تجهيز سفينة الثانية المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وذلك لإرسالها عبر الممر البحري وأكد الرئيس القبرصي خلال مؤتمر صحفي وصول نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى القطاع كأول شحنة تسلك الطريق الجديد لإرسال المساعدات إلى غزة مؤشرا إلى أن سفينة الثانية تحمل 240 طن من المساعدات في ميناء لارناكا في انتظار إشارة الإبحار